السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى الموجز الرياضية تتواصل منافسات دوري خالد بن حمد لذوي الإعاقة الذي يقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك على صالة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة بنادي رفاع حيث تاهل فريق الصم وفريق صوبة التعلم للدوري نصف نهائي في حين خرج فريق الإعاقة السمعية بعد أن تلقى خسارتين إذ شهدت منافسات يوم أمس حضور سيد مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفين البحرينية والإعلام محمد إسماعيل مدير عام مجلة ليالينا طبعا هذا شيء جميل وإحنا محتاجين مثل هذه البطولات وأنا اليوم أحضر بطولة دولة إعاقة لكلة القدم في الصلاة أرى الحماس في وجوههم وأرى الفرح في وجوههم لأنهم هم يحسون جزء من هذا المجتمع فأنا أشكر سمو الشيخ خالد على هذه المبادرة الجميلة وأشكر المنظمين أيضا الذين تقاموا بتنظيم رائع لهذه البطولة مادرات سمو الشيخ خالد بن حمد دائما لها ثقل يعني هو رؤية ثاقبة فأنا أعتقد الدورة ذي والبطولة ذي خصوصا فيها معاقين أنا أعتقد هذه رؤية ثاقبة من سمو الشيخ خالد تدعم رؤية السابقة في هذه الأمور نحن كأشخاص سم فخورون جدا بمشاركتنا هذا ونؤكد على وجود تنافسية شريفة واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا الفوز بنتيجة 5-0 وهناك أيضا مباريات خادمة إن شاء الله نتمنى الفوز والتوفيق فيها إن شاء الله يلتقي في الساعة السابعة إلا ربع من مساء اليوم على السادي مليئة خليفة رياضية فريق المحرق بهجاره الحد ضمن بطولة كأس السوبر لكرة الغدم حيث عقد التحالي الكرة متبرا صحفيا خاصا بالمباراة إذ أشار مدرب المحرق رادان بأن جميع لعبي فريقه جاهزين للمواجهة وأنه يأمل بأن يقدم الفريق مستوى مميز من جانبه أكد مدرب الحد عيسى السعدون أن فريقه جاهز للمباراة إذ يسعى لتكرار فوزه على جاره المحرق للموسم الثاني على التواري في بطولة كأس السوبر تشارك مملكة البحرين في البطولة العربية للأشبال والناشئين والشباب التي من المزمع عقامتها في العاصمة الأردنية عمان وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر الجاري لغاية الثاني من شهر سبتمبر القادم وستضم البعث عدد من المبارزين البحرينيين من الذكور والإناث حيث يترأس الوافر أمين السر بالاتحالي البحريني للمبارزة السيد صالح فرج ويضم في عضويته المدرب المدير الفني للمنتخب أحمد درازي ومدربة فئة الإناث سويت آنا دقن شبه معسكر داخلي فترة التمرين صباحيا ومسائيا مستعدين لهذه البطولة من جهة إحنا أبطال هذه البطولة اللي راح نشارك فيها في الأوردو الحمد طبعا من قبل تربة كابتن أحمد إن شاء الله راح نحقق مداليوت وطمحنا أكيد الأول تم لنا الشهر قاعدين نتدرب صبح وعصر التمرين وقاعدين يشددون علينا وكل يوم يعطونا تمارين يعني يديدة عشان نكون مستعدين عشان نواجه اللي أكثر من مستواننا واللي قاد مستواننا وإن شاء الله أني بمركز هالبطولة يعني